بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي في الجزء الثالث من الترافيرس في الجزء دوت هنتعرض على ازاي احدد مقدار الخطأ في الزوايا ازاي احدد تصحيح هذه الزوايا ازاي اجيب الديريكشن ازاي احسب اللاتيتيود ودبارشار او المركبة الافقية والرأسية لكل ضلع بعد كده بحسب مقدار الخطأ الطولي وبعدين بعمل adjustment او ضبط لي الخطأ الطولي دوت وبعدين ازاي يحسب المساحة للجزء المغلق دوت نبتدي انا عندي مضلعه اسمه ABCDE وجبت الزوايا بتاعته الزوايا عندي 107.9 دقايق 108.25 92.20 145.37 86.26 اول حاجة هعملها ان انا هجيب مجموع الزوايا الداخلية دول فجمعنا الزوايا الداخلية دول طلعت 359 539 درجة 57 دي القانون بيقول مجموع الزوايا 2 او ناقص 2 في 180 ان عد كده ادي 1 2 3 4 5 5 5 ناقص 2 3 3 180 5 140 5 انا عندي خطأ هنا قمته تصير كام ناقص 3 دقايق الرقم ده ناقص له 3 دقايق ده معنى ان الن 3 دقايق دول انا هوزهم على عدد الزوايا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلت دقائق يعني مية وتمانين ثانية مية وتمانين ثانية على الخمسة تمنتاشر على الخمسة فيها التلاتة بخمستاشر تلاتين على الخمسة فيها الست يبقى كأن كل زاوية من دول أنا هزود عليها ستة وتلاتين ثانية عشان اوصل الى زوايا داخلية مصححة طيب زودنا هنا واجبنا الزوايا الداخلية واصبحت تساوي خمسة مية واربعين بالزبط طيب عندي زوايا داخلية مصححة اقدر منها احسب انحرافات لو افترضنا ان الازمس بتاع الضلع ايه بي انحراف الضلع من ايه الى بي هو مية واحد واربعين درجة خمسة واربعين دقيقة وده هو بيدغولي هعمل ايه يقول انحراف اي ضلع يساوي انحراف الضلع اللي قبله زايد اونايس مية وتمانين درجة زايد الزاويا مخاصة في اتجاه اقرب الساعة الزاويا الانحراف ده هزود عليه مية وتمانين وزود عليه الزاويا الداخلية يديني انحراف الضلع اللي بي بصد ابقى كده وصلت الى انحرافات للاضلاع مصححة اشتركوا في القناة